أستاذ أبو البابا سيلم بحي شوف اللي أنا في البداية الساعة ما نجبش نتعدى على الموضوع حذية من غير ما نذكر مسألة مهمة جدا اللي لأول مرة ليلة أمس نشوف السعادة في تدوينات أهل غسا لأول مرة يعيشوا ليلى من غير قصف من غير طيران وهذه على قل إذا كان الإيرانيين عملوا حاجة على قل هاو عملوها الحاجة أنا كنت شو نسألك في الأوفنسي تماناً تو خل نسألك قدام تدوين تكنت يسمح البرحة دي هي كانت تدوين تنبات شفتها تدويننا عند بو البابا قلت زي ما قرأة ولا إنا وبو البابا عنا نفس نفس الكيميا نفس التفكير على خطرنا الجملة الوحيدة اللي كتبتها في هذا الكل أنه على الأقل أهلين في غزة قضوا الليلة منذ مئة وتسعين يوم بدون قصف دون قصف ولا وفي نفس الليلة هذه القصف كان على تل أبيب على تل أبيب يعني الفرحة فرحتين كانت بالنسبة لي فرحة فرحتين ولا وخشتنت ونشوف احنا منا حتى أصدقائنا فمصحفين فلسطينيين منا ذكروا هذا من أهل غزة من غزة نفسها وأشاروا لهذا وأنا على سبيل المصادفة لما أقرأ التدوين بتاعك سماح يكون هاو التفكير كيف كيف نفس مش يتبع في تدوين نفس الليلة لأنهم أما حاجة بي هاو التفكير واحد منها صحيح هاو التفكير واحد لهنا فم حاجة مهمة أنا بالحقيقة في الحدث اللي صار البارح باش ننظله من زاوية سياسية بحتها لجانب العسكري ربما سياد العميد تحكي عليه باش نضيف حاجة أخرى على اللي قالوا سيمو عز كيفش تصرفت إيران هذي اللي صار البارح يخلينا في عملية فرز حقيقية شنين الفرز حقيقي بين محور المقاومة محور المقاومة اللي فيه إيران وحلفائها في المنطقة المعادين للكيان الصهيوني والتواجد الأمريكي وبين الصهاينة والأمريكان والأنظمة العربية العميلة هذه هي المعدة الحقيقية الحاجة نخرج لك في كيف نحيي شجاعة الإيرانيين صراحة لما صعد الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في إيران من هو إبراهيم رئيسي رئيس إيران قبل كان يقولوا ديما كل رئيس يطلع إيران يقولوا تصعده الدولة العميقة والدوائر القرار الفاعلة في إيران لما انتخب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران قالوا أن الدولة العميقة ظهرت للواجهة لأن هذا هو الدولة العميقة الحقيقية ابن الدولة العميقة ابن المطبخ القرار الحقيقي في إيران من أبراهيم رئيسي وهو رجل يعني من التيار الراديكالي في إيران يعني من خط الخميني مش من خط المهادن ربما أو الذي مثل ربما ما كان مع رفسنجاني أو غيره نفس الشيء كذلك الإيرانيين نعرفوهم معناه في السياسة يحسبونها جيدا وهنا نحب نحيي الشجاعة نطحهم إيران لأنه مش من السهل أن تتجرأ على إسرائيل أروا مش من السهل من يتجرأ على إسرائيل فهو يتجرأ على أمريكا وإسرائيل هي أمريكا إسرائيل هي أمريكا مش كون يتجرأ على أمريكا أحنا شفنا لكن نطلعوا شوية ونشوفوا وفما تصريحات حتى السابقة لحسني مبارك قدرأ ولا أحد يستطيع أن يتجرأ على أمريكا وإسرائيل من العرب وهذه فعلا شفناها نحن يتسابقون لنيل رضاء أمريكا وإسرائيل بعض الأنظمة العربية يتسابقون لنيل رضاء أمريكا وإسرائيل اللي شفناه البارح أن الإيران تصرفت كقوة إقليمية فاعلة في المنطقة وتصرفت بطريقة كذلك سياسية محنكة ما معناها؟ معناها لم تتصرف بتهور ولكن كذلك تدافعت عن نفسها في إطار القانون الدولي هي العنوان الأبرز لما حصل أنها قال في إطار الدفاع على نفس ردا على استهداف قونسوليتها في دمشق وهو ما تجرمه القوانين الدولي وإتفاقية جناب إذن فبالتالي تصرفت على هذا الأساس وردها كان محسوب ضربت القاعدة قاعدة ترامون في النقب التي انطلقت منها الطائرات التي قصفت القونسولية الإيرانية في دمشق إذن كان ردها محسوب بدقة وهذا كعليش أحنا لما نشوفوا الإيرانيين اليوم يستقبلوا سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا بش يشرحوا لهم لماذا قامت إيران بهذا العمل إذن فما معركة سياسية ومعركة عسكرية الجانب الآخر السياسي إيران وجهت تحذير إيراني عندما نقول قوة إقليمية ما هي القوة الإقليمية في المنطقة؟ القوة الإقليمية في المنطقة فما إيران فما التركيا فما إسرائيل للأسف وفما مصر لكن مصر دورها للأسف لم تعد مصر التي نعرفها لم تعد القوة الفاعلة في المنطقة بكل أسف وإحنا لما نشوفوا الآن الفاعلين هناك إسرائيل تقرأ ألف حساب لإيران كما تقرأ حساب لتركيا أيضا تركيا طبعا نجم أن نتخذوها كثيرا فيما يحصل الآن في غزة كان بيمكن أن يكون موقفها أكثر قوة وأكثر حدها إيران كنقوله كيفش نتصرف كقوة أقليمية؟ هي قوة عسكرية الطائرات الشاهد المسايرات الشاهد التي قصفت بها ليلة أمس إسرائيل أو التي شاركت في الهجوم على إسرائيل صدرت منها أعداد كبيرة إلى روسيا واستخدمتها تكلفا كنتشوف أنت وكالة بلونبرغ مثلا تكلفا طائر شاهد هذه تسوى تقريب 30 ألف دولار الصاروخ اللي يعترضها معناها مجموع إطلاق الصواريخ كما تكبر سيد العميد 2 مليار دولار معناها أكثر حتى من 4 مليار دولار 6 مليار دولار معناها لهنا قامت وهذية مسيارات انتحارية كما قال سيد العميد هي مسيارات انتحارية وتصيب أهدافها بدق لهنا شنو الرسالة وحتى الأمريكان قالوا أن الإيرانيين استخدموا تقنيات عسكرية متطورة معناها حصل على المستوى الصاروخي نتحدث لهنا القوة الإقليمية كيفاش تتصرف رب مش فقط قوة إقليمية على مستوى حدودها قوة إقليمية على مستوى النفوذ خليني في قلت قلت كلمة مهمة شنية الرسالة ما هي هذه الرسالة هذه الرسالة رسالة للإقليم أول شيء كنقوله قوة إقليمية إيران يا سماح معناها رأي عندها نفوذ هناك مش نفوذها على حدود إيران وطهران والأهواز لا لا نفوذها موجود في العراق ونفوذها موجود في سوريا ونفوذها موجود في كذلك في لبنان وموجود في فلسطين وموجود في كل المنطقة وموجود في الخليج وفي البحر الأحمر وفي اليمن هذا ما معناك تقول قوة إقليمية قوة إقليمية لها دائرة تأثير مجال حيوي كبير وهذه خدمت عليه إيران طويلا ليس من السهل قوة المقاومة في المنطقة تحاصر إسرائيل بدعم كبير عسكريا من إيران إيران دفعت ثمنا كبيرا لو كنتشوفوا الطائرات الإسرائيلية التي تقصف في دمشق وفي حلب تغتال مهندسين وعسكريين إيرانيين الذين يسندون محور المقاومة هناك كما اغتالت سليماني أمريكا واغتالت المهندس في العراق سنة 2020 إذن فبالتالي هي جزء من معركة كبرى الحاجة الأخرى سنة كيف كيف وانتظريها على الصعيد الأقليمي لاحقا والسياسي في المستقبل القريب أن دول الخليج نفسها الآن ستتغير نظرتها إلى إيران نظرة كبيرة وكبيرة جدا دول الخليجة تحدث ستتغير نظرتها إلى إيران وانتظري حتى في الفترة القادمة أن البعض من هذه الدول ستحاول كسب ود إيران رأوا رد بالك رأوا العالم لا يحترم إلا القوي حتى القوة الكبرى نفسها رأوا كثير من الدول تنتهك سيادتها وتقول سنرد في الوقت أو تنجي إلى الأمم المتحدة إيران ما مشاش الأمم المتحدة دافعت عن نفسها بقوة بقوة نار ضد عدوه وهذه رسالة لكل من يهددها وليس من السهل التجرع على أمريكا وأمريكا فاهمت الرسالة جيدا وتعرف من خلال هذا المعطى الذي حصل أمس أن الشرق الأدنى والأقصى بصدد تشكل العالم يتشكل من جديد العالم اليوم يتشكل من جديد أراهي أمريكا وإسرائيل اللي ينظرون لهم بعض العرب وكأنهم أنصاف آلهة لا أحد يتجرع عليهم انتهى ذلك الزمن وانتهى تلك القصة